مكاتب التموين على مستوى المحافظات هتبدأ النهاردة والمدة 3 شهور استقبال المواطنين لبدء إضافة الموليد الجدد على البطاقات التموينية على ألا يتجاوز عدد الموليد اللي حيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد كان الدكتور علي المسلحي وزير التموين أصدر توجيه وزاري بشأن الفئات المستحقة لإضافة الموليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية وهم المستفدين من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة المسيمية المؤقتة بمجب بحث اجتماعي بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه كمان تضمن القرار إضافة الموليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة